يقول بعض المحبين ومما زادني طربا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيها من أعظم كرائم الحق سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أكرمنا الحق سبحانه وتعالى بسر انتسابنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذه أعظم نعمة على الإطلاق أن أكرمنا الحق سبحانه وتعالى وشرفنا أزلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كنتم خير أمة نخرجت للناس وذلك بسر انتسابنا إلى سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يقول سيد البصير رضي الله عنه وأرضاه لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم وسيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقولنا في مارا والإمام الترمذي أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء ترجمة نانسي قنقر